كنت تتوقعه من التحالف مع قوى شيعية محافظة وأنت كنت معارضاً لحكومة معارضتك وصلت لسقوف عالية يعني بالله عليك إذا كان في بالهم مشروع تعريب العراق كما يقولون هذا مشروع تعريب العراق بخمس ملايين دولار يمشي وياه واحد شيخ تصنيع عسكري شون نشعل الشيخ لا 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 شيخ تصنيع عسكري ليش التصنيع مون حلول أرأي فيهم ثلاثة وفرقوا على القبائل مدر الوزارات لا لا خطيئة لا لا طلع شيخ تصنيع عسكري سجري هامك بوارقة بعدين نتفهم عليها هسا صار عندنا ثلاثة شيخ بالعراق شيخ عالي وشيخ الكاولية وشيخ تصنيع بس هذا تصنيع عسكري لون طفل السياسة وعنده وزارات ومناصب ونواب بالمحاسسة هي أقذها الشيخ خميس الخنجر وزارة التجارة بالمحاسسة الأخيرة هي من حصة المشروع العربي اللي هو وسط الشيخ خميس الخنجر غريبة صراحة غريبة هي شواربك يعني بس يعني هم غريبة جاي بفلوسة وما أخذ به وزارة التجارة وأنا عبالي دخل للسياسة لأنه عقلية عقلية كيسنجر بعد شنو أضعب الله بديت أنقار عليه آني يعني واحد ورا كل هالهوسات ذني والدقلات ويهدوب طلع بوزارة وبفلوس حتى مو بخبرتها السياسية كل هالتجارب وتالي حصتك وزارة كان وزيرها سلمان الجميلي وبفلوس أسا شنو فرحك عن طلاب السادس اللي يشترون الأسلة وينجحون؟ توقفعك شنو كان من تحالفت وياه ربعا وحسنت أولا أن تنتقل من خيار سياسي إلى خيار سياسي آخر لا يعني أن خيارك السياسي الأول كان على خطأ ولا يعني صوابية خيارك الثاني في أي وقت وإي جلسة أنا هذا الرد يذكرني بهذا الواشم على ظهره لا أريد الحياة ولا أريد الموت يعني هي شي جمل تحيرك وتخليك تفتر على نفسك ألما من تقل خيارك الثاني إذا هو مصائب لا بس شفتوا هاد شلون يباو عليه؟ ايه 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 كمل بالله ايه ايه شو جاوب جاوب لا لا تصر سبع جاوب خميس كان يقول أنه أنا أريد اختلف على هادي والله بس هادي كان ناصف له كمين شرأسي نبدل ولا يعني صوابية خيارك الثاني هادي عافية عافية حبيبي عافية عافية بس دقيقة بسوا عافية سبعي ايه 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 تمام